بسم الله أحمنه الزرحيم اتكلمنا عن على الالفرير ترانسفورم اتكلم في الفيديو دي عن وان هو عكس يعني الالفرير ترانسفورم بيحول عبر عن سيجنال بدلالة الفريكوانسي من التايم, يعني بيحول من التايم للفريكوانسي هنا هيحول بقى هي entfer 결ح من الزريكوانسي للتايم تاني طيب السؤال برضو بيجي ازاي find the inverse Fourier transform و بيدك الرسمة دي طيب ايه فايدة الرسمة ديان بص يا سيدي فايدة الرسمة ديان حاجة من الاتنين او يعني حاجتين بتحدد حدود الرسمة وبتعرف قيمة الامبلتود اللي هو الجي تي اللي عشان تحط في المعادلة بس في الحلقة دي هنها هيعرفنا قيمة الجي اف او الجي الفريقونسي ليه؟ لان الرسمة ديان متعبر عامها بالفريقونسي ما هنveckنسي وهنا هنحولها للطيب طيب انا عشان اجيب الرسمة دي ممكن اقول من هنا لهنا زائد من هنا لذين زائد من هنا لذين او ممكن نقسم الرسمة دي الجزئين اللي هو انا ممكن اخد من سالب واحد لوحد الكيمة دي بس لحد الواحد بس ليه؟ لان ما جا انا اقول من سالب اتنين لاعتنين بقى هقول لحد الواحد وواحد وزايد واحد اتنين من ما يجي جمع Colombia بعض يعني ايه؟ انا مسلا هقول من سالب واحد الواحد. كده قيمة لحد الواحد ايه? على طيب من سالب اتنين لاتنين. ما فيش واحد يجي يقول لدي لحد الاتنين ودي لحد الواحد وما تضاف عليها اللي في النص ده هتختيفي لأ. انت كده ما تضيف الاتنين دول على بعض. الواحد اللي هنا ده هيزيد على الواحد ده يبقى اتنين فوق هنا كده. تطلع فوق. تمام? فده تقسيمة الرسمتين. طيب. هحل ازاي بقى دلوقتي احنا كنا بنحل جي اف او جي دابيو. لا المرة دي هنقول جي تي لان احنا عايزين نحول لجي تي وهنحول من جي تي من الاف لجي تي. فهد الوقتي يسيبك من القانون اللي فوق ده. ده غلط. اللي قال ايه في وقت كاتب واحد واحد على الاتنين باي. ما فيش واحد على الاتنين باي في القانون اصل. وهنا معبر عنها بالدابيو. احنا نشتغل على الاف سبك من دي دلوقتي. دي ما لقاش لازم. طيب. يبقى بساوي من سالب مالة نهاية المالة نهاية. جي اف اللي هي معادلة تتدالة في الفريكوانسي. اه والاي دي سابتة طبعا. وهنا عامل ايه بقى? ايه زائد. فوقها زائد ليه? لان احنا هنجيب الانفرس. لو بتجيب الترانسفورم هيبقى فيه سالب. وانا القوانين باي? فين بتبقى مكتوبة في الامتحاء. وهنا هي هي هيكمل بالنسبة لمن? للف اللي هي هنا اللي موجودة في في الجي. طيب. بعد ما اسمنا الرسمة لجزئين. انا دلوقتي انا معايا اتنين جي اف. اللي هو ايه اللي اتنين جي اف. اه مرة الاف بواحد. لما يكون الحدود من سالب واحد لواحد. ومرة الاف بوا اه جي اف بواحد لما يكون الحدود من سالب اتنين لاتنين. يعني ايه? يعني انا هاقسم الاتنين دول. هقسمهم ازاي? سبك ملخات واضيعا. خلينا في دي. من سالب اتنين لاتنين بتاعتها كام? واحد. في ايه زي ما هي بالنسبة للدي اف زاق ايه من سالب واحد لواحد اللي جي اف بتاعتها بكم بواحد يبقى اللي هفوق مش ديه ايه يبقى ال ايه اوسي جي اتنين باي اف تي زي ما هي بالنسبة للدي اف برضو يبقى دلوقتي ايه اللي اختلاف بين دي و دي ايه الحدود بس تمام الحدود بس ايه دلوقتي بقى ايه هكامل عادي هكامل ال ايه هي نفسها انا مشتكة القس احنا بنشتك المرة دي بالنسبة لبين بالنسبة لل اف مش بالنسبة للتي انت بتشتك بالنسبة اللي هنا يبقى ال اف اللي هتشال وتفضل تحت ايه جي اتنين باي تي والاي دي ان اللي هي سبتة زماية والحدود زماية زاقت هكمل هنا برضو هي نفسها على مشتكة القس برضو هنشتك بالنسبة لل اف يبقى اتنين جي باي تي شلنا ال اف خالص والحدود بتاعتي سبت هتعوض بقى مرة باللي فوق ناقص مرة باللي تحت وهتعوض مكان مين? الاف. اه هنا في الت Cube يعني بعد ما كاملنا هنعوض مكان ايое ايه ايه اتنين باي اتنين في تي. يبقى ايه? اربعة جي ايه اربعة جي. باي آآ تي. يبقى هنا كده. المفروض اربعة جي باي تي. يبقى هنا دي غلطة. المفروض هنا ايه? اربعة. ناقس. هنا عوض مكان السلب اتنين. والمفروض هنا هو حط هنا اتنين ايه? لا تبقى سالب بقى. يبقى هنا فوق سالب. تمام? زائد. تعوض هنا مكان دي بواحد. يبقى تشيل الاف. يبقى هيا زي ما هي جي اتنين باي. تي مش اف. دي تي. نقص. اللي تعوض بالاي? بالسالب واحد. يبقى الاي قس سالب. جي اتنين باي تي. تمام? يبقى دي كده ايه? صح? ودي صح. الاختلاف هنا فين? دي انا هتبقى اربعة. ودي هتبقى سالب. طيب. ودي طبعا ايه? المشترك برا. لما تشوف الشكل ده فيه هنا معادلة اسمها اللي ايه دي. هكت هنا فين? ده ممكن تسيبها له بالشكل ده. بس اه في معادلة كده. هنا ايه? بيقول لك ايه? ان الصين اه اكس بيساوي واحد على اتنين جي. في الاي قس جي اكس ناقص الاي قس سالب جي اكس. اللي هو ايه? يعني بص. هي هي اتنين ايه ناقص بعض. الاختلاف في الاشارة اللي فوق. تمام? في واحد على اتنين جي. في ايا كان اللي جنبه هنا كده هيتحط فين? في الزاوية. يعني ايه برضو? تعالا بص. مش دول اتنين ايها شبه بعض بص الاختلاف في الاشارة. ودول ايها المفروض شبه بعض بص اختلاف في الاشارة. يعني احنا قلنا ديه هتبقى اربعة. بس ودي هنا ا اه اربعة وهنا سلب اربعة. يبقى هنا قلنا في سالب وفي هنا ايه اتنين ناقص. يعني هما زي بعض بس المفروض كان اتنين جي اكس فوق ما احنا هنقتبر الاكس دي اللي هي ايه? باي تي. وهنعتبر الاكس اتي. وتحت هنا كان المفروض با اثنين جيه بس. وهنا يبقى ايه كده كده زيادة. كانت هزاوية الغ�리 احنا عندنا ايه بقى? 일هي احنا عندنا في اول مرة اربعة باي يبقى دي الزاوية زائت. الثاني اللي هي فان اتنين اه المفروض جيه لوحده. يبقى اثنين او اتنين باي تيه دي الزاوية التانية. تمام? ده اللي هو قانون كده. انت ممكن تس eighth دماغك. بس اللي اه يعني ما تخليش حاجة في نفسه كده كده كورن هتبقى في ايه معك في الامتحاء تمام